هزة دبلوماسية للعلاقات الكويتية الإيرانية مبعثها ما أثبتته الأحكام القضائية الصادرة بحق متورطين في قضية خلية العبدلي والتي ألقت بظلالها على علاقة البلدين مفضية إلى تخفيض الكويت عدد دبلوماسي السفارة الإيرانية وأغلاق مكاتبها الفنية وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين فيما سارعت إيران لاستدعاء القائم بالأعمال في السفارة الكويتية لدى طهران وإبلاغه بالاحتجاج الإيراني وفي موازات الحراك الرسمي تقدم نواب لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة طبيعة العلاقة مع إيران وحثيات الحكم القضائي ووضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية والخروج بتوصيات وقرارات إزاء هذه القضية هذا وأعربت الخارجية السعودية عن تأييد المملكة الكامل للإجراءات التي اتخذتها الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية ألقت قضية خلية العبدالي بظلالها على العلاقات الدبلوماسية الكويتية الإيرانية من جهة والعلاقات الحكومية البرلمانية من جهة أخرى فما إن أعلنت وزارة الداخلية أسماء وصور مدانين في قضية خلية العبدالي مؤكدة تواريهم عن الأنظار حتى بدأت الأحداث تتوالى في هذه القضية وتمثلت بإعلان وزارة الخارجية خفض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين في الكويت وردود أفعال برلمانية تنوعت بين طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة وانتقادات وجهها النائب عدنان عبدالصمد لجراءات قال إن الداخلية قامت بها إزاء أسر مدانين ففي الشق الدبلوماسي أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قرار دولة الكويت تخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية لدى البلاد وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين وقال مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية إن الوزارة اتخذت الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات حكم محكمة التمييز بشأن خلية العبدالي من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية حيث تم إبلاغ سفير الإيراني في الكويت بقرار السلطات الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة واغلاق مكاتبها الفنية وتجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة يأتي ذلك فيما تحدثت وكالة أنباء فارس عن استدعاء الحكومة الإيرانية للقائم بالأعمال في السفارة الكويتية بطهران وبهذا التطور أعادت الأحداث إلى الأذهان قرارا كويتي مشابها في مارس من العام 2011 حيث استدعت الخارجية الكويتية السفير الكويتي في طهران غدا تإصدار القضاء حكمه في قضية شبكة تجسس إيرانية تم ضبطها في الكويت وأعلنت الخارجية حينها إبعاد أي دبلوماسي متورط في تلك القضية وكما كان من مجلس الأمة الذي نقش الخلية التجسسية حينها فقد تقدم نواب أمس رسميا بطلب عقد جلسة خاصة للمجلس لمناقشة قضية خلية العبدالي التي أعلنت وزارة الداخلية تواري المدانين فيها عن الأنظار وحدد الطلب البرلماني ثلاثة بنود رئيسية للمناقشة تضمنت طبيعة العلاقة مع إيران وحيثيات الحكم الصادر في قضية خلية العبدالي وما يجب اتخاذه في المستقبل حيال المدانين فيها مع الخطوات الاحترازية التي تمنع حدوث مثل هذه الأفعال أما ثالث تلك البنود في طلب الجلسة البرلمانية الخاصة فقد تضمن وضع حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة وقد وقع على طلب عقد الجلسة الخاصة كل من النواب وليد الطبطبائي ومحمد لمطير ومحمد هايف وعبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وثامر الصويت أما النائب عدنان عبدالصمد فوجه انتقادات إلى وزارة الداخلية بقوله إنها تجاوزت الخطوط الحمراء في التعامل مع عائلات المطلوبين من التعدي على حرمة المنازل ليلا متهما للوزارة باعتقال نساء وأقرباء كرهاء محملا للحكومة مسؤولية ذلك محمد الحياري الرأي وقد أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي استدعاء القائم بالأعمال الكويتي فلاح الحجرف إلى الخارجية وإبلاغه احتجاج طهران الشديد على الاتهامات التي وجهت لإيران مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحق الرد على خفض بعثتها الدبلوماسية كما أضاف أيضا بأن بلاده ليس لها أي علاقة بهذا الملف وأنه قد تم إبلاغ المسؤولين الكويتيين بذلك منذ بدء النظر في القضية وفيما ألقت القضية بظلالها أيضا على الساحة البرلمانية قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن أبعال الدقباسي أنه وقع مع بعض النواب على طلب عقد جلسة برلمانية خاصة لبحث تداعيات خلية العبدلي ودعت دقباسي الحكومة الكويتية إلى اتخاذ كافة إجراءتها لمواجهة التدخلات الإيرانية حفاظا على الأمن القومي طالب الحكومة الكويتية باتخاذ كل التدابير والإجراءات لحماية أمنة ووقف هذه الأعمال العدائية الإيرانية المستمرة وأن يكون هناك كل السبل لمواجهة أي تحرشات بأي شكل من الأشكال وقعت اليوم ضمن مجموعة من الزبلاء على عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية خلية العبدلي وما يترتب عليها ويسرني أني أعلن من هذا المكان دعمي ومساندتي لجهازنا الأمني وثقتنا المطلقة فيه وربنا يوفقهم هذا الجهاز الأمني هو اللي تمكن من ضبط خلية العبدلي وأجزاء الدولة هي اللي أثبتت بما يدع مجال للشك بأنهم بالمرصاد لكل من يعبث بعمل الكويت عما مات وزارة الداخلية منشورا يحوي صورا للمطلوبين 16 تنفيذا للحكم الصادر بشأن قضية خلية العبدلي وقد رصدت عدسة الرأي المنشورة الذي علق في مراكز خدمة المواطن اليوم ترجمة نانسي قنقر